موسيقى السيدات والسادة السلام عليكم وأهلا بكم ومرحبا في نشرة أخبار الكرامة لحقوق الإنسان في العالم العربي لجنة الأمم المتحدة لمناهدة التعذيب أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية من ضمنها الكرامة يوم الثلاثة السابع من مايو عام 2013 بيانا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لإنشاء لجنة مناهدة التعذيب التابعة للأمم المتحدة وتصهر هذه اللجنة على اتفاقية مناهدة التعذيب إحدى الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل أكبر عدد من بلدان العالم ودعت المنظمات الدولية الدول الاتنين والأربعين التي لم تصادق عليها بعد إلى الانضمام إليها والاعتراف للجنة مناهدة التعذيب بالاختصاص الكامل وتعد اتفاقية مناهدة التعذيب التي صادقت عليها 153 دولة السك الدولي الوحيد الملزم قانونياً الذي يهدف إلى القضاء على ممارسة التعذيب في جميع أنحاء العالم وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بتجريم التعذيب في قوانينها المحلية وضمان مساءلة الجناة وتعويض ضحايا التعذيب كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال التعذيب وسوء معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم وتصب المنظمات غير الحكومية الدولية من جعل اتفاقية مناهدة التعذيب أول معاهدة لحقوق الإنسان مصادق عليها عالمياً لتخطو بذلك قطوة كبيرة نحو عالم خال من التعذيب وللتذكير فإن عدداً من الدول التي لم تصادق بعد على اتفاقية مناهدة التعذيب قد تعهدت معظمها بالنظر في الموضوع ولا سيما في سياق الاستعراض الدوري الشامل الذي يعقد في جنيف خلال دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويوجد من ضمن الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية مناهدة التعذيب سلطنة عمان والسودان وفلسطين وحثت المنظمات جميع الدول التي ليست أطرافاً في الاتفاقية إلى اغتنام فرصة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين للجنة للتصديق على الاتفاقية ورغم التوقيع على اتفاقية مناهدة التعذيب إلا أن العديد من الدول لا زالت تغض الطرف على ممارسات أجهزتها الأمنية أو العسكرية التي تلجأ للتعذيب لانتزاع اعترافات تستعملها ضد المتهمين لبنان ودائماً في سياق الذكرى الخامسة والعشرين على إنشاء لجنة مناهدة التعذيب يقود السيد طارق عمر الربع وهو مهندس الاتصالات بلبنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ الاثنين تاسع والعشرين من أبريل من السنة الجارية وأشار في بيان وزعت أسرته في الثالث من مايو على وسائل الإعلام أنه لن يوقف إضرابه إلا في حالة الإفراج عنه وألقي القبض على السيد طارق في الثاني عشر من يوليو سنة 2010 من قبل المخابرات العسكرية اللبنانية بتهمة التخابر مع المخابرات الإسرائيلية وهي التهمة التي يعتبرها ملفقة وباطلة واعتقل في معزد عن العالم بوزارة الدفاع وتعرض للتعذيب القاسي وسوء المعاملة إضافة إلى تهديدات باعتقال أفراد أسرته واغتصاب زوجته كما منع من الأكل والنوم ولم يسمح لوالدتي بزيارتي إلا بعد مرور 42 يوماً ثم نقل إلى سجن رومي غرب بيروت ووجهت له اتهامات رسمية في السادس من ديسمبر 2010 من قبل المدعي العام العسكري على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب وأثبت فحص طبي أجري عليه بسجن رومية في السابع والعشرين من يونيو أنه يحمل علامات وندوب في أنحاء متفرقة من جسمي تؤكد تعرضه للتعذيب إضافة إلى ضعف في السماء ورغم أنه أبلغ القاضي خلال جلسة أغسطس 2010 بتعرض للتعذيب إلا أن هذا الأخير لم يأمر بفتح تحقيق في الموضوع ورفعت الكرامة قضية السيد طارق إلى المقرر الخاصة المعني بمسألة التعذيب في الثامن عشر من أكتوبر 2011 وتتابع الكرامة عن كثب مجريات محاكمتها التي ستعقد جلستها المقبلة في السابع عشر من مايو مطالبة في نفس الآن من القضاء اللبناني استبعاد كل الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب واحترام التزامات لبنان الدولية وقوانينها الداخلية موريتانيا تنطلق غدا الأربعة الثامن من مايو مراجعة موريتانيا أمام لجنة منعهضة التعذيب التي صادقت على الاتفاقية في نوفمبر عام 2004 ويشكل هذا الاستعراض مناسبة تقييم لجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية لتفعيل بنوذ الاتفاقية وستصدر اللجنة بعد اطلاعها على التقارير التي قدمتها مختلف المنظمات وعلى التقرير الحكومي مجموعة من التوصيات لكي تلائم موريتانيا تشريعاتها وممارستها المرتبطة بممارسة التعذيب مع الاتفاقية كما أن هذا الاستعراض سيمكن اللجنة من ربط الاتصال مع السلطات والتحاور معها لاتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لممارسة التعذيب والمساس بالكرمة الإنسانية وستقوم الكرمة بتسجيل أطوار الاستعراض وبثها مباشرة على الهواء لإطلاع الرأي العام على القضايا التي سيتم طرحها وأيضا ملاحظات اللجنة سوريا في بيان الأصدرت في السادس من مايو أوضحت لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن سوريا أنها لا تستطيع التعليق على أي ادعاءات بشأن استخدام محتمل للأسلحة الكيمائية وذلك لعدم التوصل إلى نتائج نهائية وذكر باولو سيرجيو بينيرو رئيس اللجنة وذكر رئيس اللجنة كل الأطراف أطراف الصراع بأن استخدام الأسلحة الكيمائية محظور وفقا للقانون الدولي أيا كانت الضروف وتتكون اللجنة التي أنشئت في أغسطس من سنة 2011 من باولو سيرجيو بينيرو وكارين أبو زيد وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربون وكلفت من قبل مجلس حقوق الإنسان بجونيف بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان خلال الصراع في سوريا وتدوينها ومن المقرر أن تقدم اللجنة نتائج نهائية إلى المجلس في الثالث من يونيو القادم وفي هذه الأثناء وجه الأمين العام بانكي مون الأسبوع الماضي نداءا جديدا إلى سلطات السورية للسماح لخبراء الأمم المتحدة بالدخول إلى سوريا دون قيود للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة كيميائية دون قيود في صراع الدائر هناك وقد كلفت فريقا يضم خبراء في الأسلحة الكيميائية وقد كلفت فريقا يضم خبراء في الأسلحة ستروم في مارس لتقصي الحقائل إلى أن العالم سوري رسمي من الحكومة السورية ومع ذلك لا يزال الفريق في انتظار تصريح بالدخول من السلطات وبحسب ما جاء تصريح المتحدة الرسمي للأمين العام يواصل السيد ستروم مشاوراته مع جميع الأطراف بما فيها الحكومة المعنية لمواصلة تحقيقاته وقتل لحد الآن أكثر من سبعين ألف شخص معظمهم من المدنيين وشرد نحو ثلاثة ملايين منذ بدء الانتفاضة ضد الرئيس بشار الأسد في مارس 2011 اليمن ساهمت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان مكتب صنعاء في تقديم بعض التوصيات المتعلقة بحماية أمن وسلامة الصحفيين خلال الندوة الإقليمية السنوية الخامسة التي أقيمت بالعاصمة اليمنية صنعاء الأحد الخامس من مايو عام 2013 تحت عنوان أمن وسلامة الصحفيين واقع الانتهاكات وجهود الحماية والتي نظمتها إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة ونقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع عدد من المنظمات المحلية والهيئات الأممية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرية الصحافة والصحفيين وجاءت الندوة بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة ونظمتها كل من إدارة الحريات وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة ونقابة الصحفيين اليمنيين بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوصيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب أسيا والمنطقة العربية ومركز الدوحة لحرية الإعلام ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو ومؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية والتطوير وشارك فيها قرابة 120 من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين والأكاديميين والمهتمين وقيادات المنظمات الحقوقية والإنسانية العاملة باليمن إضافة إلى ممثل المنظمات الرعية وبعض قيادات المؤسسات الإعلامية بدول الربيع العربي وقد تركزت التوصيات التي خرجت بها الندوة على الإجراءات والوسائل الكفيلة بأمن وسلامة الصحفيين ودور الدولة في تأمين حياة الصحفيين ورعاية حقوقهم المعيشية والإنسانية وتعويض المتضررين منهم وتكريم أسر الضحايا وأوصل مشاركون في الندوة بدرورة تفعيل أدوات القانون المحلي والدولي في ملاحقة المسؤولين عن ممارسة أعمال قمع الحريات الصحفية وانتهاك حريات الصحفيين حتى بعد انتهاء المعاناة من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات وفي الندوة دع المنصق القانوني للكرامة في اليمن إلى ضرورة الخروج بتوصية تطالب بسرعة إطلاق الصحفي اليمني عبدالإلاحي درشائع المعتقل في سجون الأمن القومي والسياسي منذ 16 أغسطس عام 2010 بمجاب محاكمة تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة وتفعيل قانون حق الحصول على المعلومة وسرعة تعيين المفاوض العام بحسب القانون وشدد المشاركون على ضرورة إصدار مدونة السلوك أو ميثاق شرف العمل الصحفي وحملوا الحكومات مسؤولية حماية الصحفيين كما دعوا المؤسسات الإعلامية والصحفية لإحترام كرامة الصحفيين العاملين لديها وتوفير الحد المعقول من الحقوق المادية والمعنوية لهم إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة